اهلا بكم اخواتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي فحة جيدة اليوم ان شاء الله راح ندير طبق رمضاني يعني يقدمك كما قلو طبق الثاني في رمضان ان شاء الله حاجة لبنينا هي او طبق تاني هو دوائر اللحم المفروم مع او المحشي عفوا بالارض مع صلصة الطماطم كما اشتوا المكونات اللي عندي بنسبة لصلصات الطماطم نحتاجوا طماطم مصبرة وحبتها بصل متوسطة لحجم مفرومها مع الزوجة السناتة انتعتوا ونحتاجوا اللحم المفروم نحتاجوا الروز بيضاء جوبن ومغرف كبير انتاع لاشعب لغ بالنسبة لحم المفروم حبيت بك نعطيكم هديك تدبيره انو انا كنشريه نحطو كما حكاك نغلفو في بابي ابسر مو على شكل مربع ليكون سمك انتعارك دقيق ونكونجليه لما كنا جبدو نديكونجليه يعني راح يديكونجليه في دقيقة ما ياخدش وقت كبير هدي فقط كفكرة سريعة تستفادوا منها لبنات اليوم اخر تدبير هنا لبنات كما ركو طلحتو في القدرة حطيت شوية زيت مع مغرفة صغيرة انتاز بدا وراح نقلي البصل انتاعي جيدا حتى يدبال وياخد هكا لون ذهب شوية بها الطريقة ومن بعد يا لبنات راح ناخد ندير نصف مغرفة كبيرا طماطم مصبرة انا عفوا انا راح ندير نصف مغرف برك لانو يعني الطماطم تاعي هدي نوعية جيدة وجاية حمرة يعني مليحة اما اذا كانت عندكم طماطم تاعكم يعني مهيش نوعية جيدة ديروا مغرف كبيرة لانو راح نديروا صف طماط اللي تجي يعني لازم تكون حمرة ضفت هديك النصف مغرفة طماطم راح نخلطها مع البصل ورح نخليها تتقلى جيدا حتى هي بنخليها بهادا الشكل من جهة اخرى أين ابنس كنت حطيت برما فيها الماء تغلي وخديت الروز انتاعي هدا كان دركالت كاثتنا روز هداك الروز شللته مليح مليح tutorials تحت العين او تحت الماء حتى تخلصت يعني كليا من هديك انشاء اللي فيه هنايا باش يعني ما تتحرقش تقلية تاعي كوندفت لها القليل من الماء ما يعادل نصف نجان بركها كيك وراح نخليها تكمل تتقلى باش تجي لاصق ستعنا بينه وها هو الرأس كما قد كم اغسلته مليح مليح من هدك انشاء وحطيته في اكس كاس السعي قطر من هدك الماء ومبعد راح نحطه يغلي بالنسبة لنوعية الارض ستعملوا اي ارض يعني تحبو نفور ولا مش نفور عادي انا جبت بركها كربس كما اقولوا ما نطرف ما مركزتش على النوعية تاعه وهنايا بعد ما تقللت التماطم من تاعي جيدا راح نبدأ نتبلها هنا بما انو في الدار يعني نحبو شوية الحار فقدرت الفلفل حمر الحار راح كيل الحمر اللحلو انا درت الحار ودرت القصبر ودرت فلفل اسود ودرت الملح هنا في هذه المرحلة راح نمرق بحوالي كاسة نتعمة نضيف الماء ونشوف ومبعد نغطي عليها ونخليها الطيب على نار متوسطة ما راحش تاخد وقت بزافة في الطيب ونباد نطف عليها ونخليها علاجيها ونروح نحضر اللحم المفروم تاعي طبعا اللحم المفروم راح نحضروه نبدأ نحضروه كي قرب الروزي طيب هنا في الروبو حطيت هذيك اللحم المفروم حطيت لاشابلوغ حطيت البيت حطيت شوية معدنوس طبعا معدنوس ما كنت شو بريته في المكونات معدنوس ومغرف صغيرة نتع زبدة بهذا الشكل ونبعدنا راح نبدأ انتبل هنا يدرت القصبر لي يمشي ويتوالم بزاف مع لحم المفروم درت شوية نتع فلفل اسود ودرت كذلك فلفل حمر ودرت شوية نتع ملح نعود نرحيها اللحم المفروم يعني بش تساعدني بش نخدم بيها عاودت رحيتها معا كامل هذيك المكونات كمشتو يعني حتى المعدنوس حطيتو هكا كما ما قطعتوش لانو كل شي رح يترحى ورح يتعزن في هاد الروبو حتى تشفوها بلي ولا تكتلة واحدة رح نحلو عليه ناخدوها نديروها في الصحة نشوفو كيفاش زادت الترحات احسن من لي كي كانت يعني كما نجيبوها من عند البوس وهنا درت بابي فيلم كمشتو رح نحط اللحم المفروم ونزيد نحط بابي فيلم من الفوق بهاد الطريقة ونبعد نبدأ نبسط اللحم المفروم بعد نرح نسيه ما تكونش لكوش نتاعو رقيقة بزيف وما تكونش في نفس الوقت عالية بزيف بهذا الطريقة ونسيه نركز على الطول نتاعو بهذا الشكل بهذا الطريقة ونبعد هنيا رح نحي هدك البابي فيلم وراح ناخد كوبات بهذا الشكل ولا تحبو عدلو بيديكم كي ما حبيتو لحم المفروم انا ما نحبش نخربط فيه بزيف بيدي بهذا الشكل بش تاخد لنا يعني شكل مليح ومستاوي شكل المستاوي كي ما قد كم ديرو ما ما بغاكلات ولا وش عندكم ومبعد خليتها لجنب وردت نحضر الارض نتاعي ومبعد ما طاب بالنسبة للروز خليته برد قبل ما نخليه يبرد كو ندرت له مغرف صغيرة نتاع زبدا ومبعد خليته حتى بردت شوية ومبعد خديت قطعة كاملة انتاع جبن وبالملعقة قادة سي نجمع هاديك الارض بهذاك الجبن علاش باش مبعد يعني ميتفرقش لما نجو نديروه في الفيون داشي انتاعنا يعني يبقى مجمول هنيا بعد ولي الدقط لقيت باللي روز شوية من السوس مع انو حطيت له الجبن فقلت نزيدلوه شوية انتاع ملح ونكمل انخلط لما نخلطوا ملح راح نوزعوه فوق الفيون داشي بهذا الشكل وباش ما نفزتش يعني الفيون داشي شكل انتاحا بنت لي هنا كترت روز انتو ما هي لبنات متكتروش بزيفة انا درت كاث انتو ما ديرو كاث الا ربع بعد وزعتو وثيو كذلك بس كل الاخطاء اللي نوقع فيها نحب ان نولهكم ليها ثيو ما توصلوش هاد الروز للاطراف كي ما درت انا يعني ثيو ديروه في النص وهكا بشتغلقو عليه ملح كنت عندي هكا نتشا وما هيش ضرورية انت جبن احمر فا رابيتها هكا من فوق برك لانو انا من عشاق الاجبان ولكن ما هيش ضرورية اطلاقا 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 وما كنت شما ببروغراميتها في الوصفة لانو اصلا الروز به الجبن كم نحبك نحبنا الاجبان متعليها المهم وليتها هكا روليت بحيط معنا هيكون الروز غالب لداخل ماشي نرولي وتكون لما نقصو نعفلك انتهمتوني مهم دوك تشوفوا الشكل النهائي معناها تجي دائرة كاملة روز بيضة هو كأنو يجيو اثاور لحم المفروم ويجيو في الوسط يجو غير روز يعني ما تجيش لحم المفروم في الوسط نرمال مفهم تيو الواحد هنا بعد ما طيبتو في الوفورة مدة عشرين دقيقة سخنت المقلة تاعي بشوية زبدة حطيت فيها شوية زبدة وخليتو حتى برد سعرولي شوية ساو اللي تحمرتو من كامل الجوانب لما حمرتو زيت خليتو حتى برد خلاص والسعى عادة قسمتو باش نتحصل على هاد الشكل ورافقتو مع صلصة الطماطم بالنسبة اللي يقولون لعبالي اكيد يعني رح يجون يقولون ليا اسكنوا قدروا نديروها بسكالوب اكيد 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 تقدروا نديروها بسكالوب برك اللحم المفروم يعني رح يكون اختلاف في الالوان معناها يجي هو فونسي والروز الداخل يجي ابيض تجي ابنينا هاي لا جربوا هاي لبنات رح تعجبكم اذا لاحظوا تجي كذلك زكية يعني هادو برك الاساور اللي كنت انا اه معناها قطعتهم وما زالت ما زال نص كامل تبودا انت اللي درتو هادك تجي زكية ما شاء الله اذا لاحظوا شاهدكم في الجنة ان شاء الله وهذا هو الفيديو التالي يوم نلتقي في فيديو لاحق دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة